هذه الأخبار بتؤكد أنه احنا على بواب مرحلة جديدة اعتب مرحلة جديدة لكن تم إنجاز الكثير على المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المدنية والسياسية فيه كلام الناس بتكلموا غيره والدولة بتقول اه احنا مش دولة فيه أفلاطونية فيه أخطاء فيه أخطاء بنصلح بنصلح والدليل أنه عندي فيه السجون المصرية فيه مسئوليين وفيه ضباط وفيه قضاء وفيه إعلاميين وفيه يعني الدولة عندها مؤسسات محترمة والأخطاء أخطاء فرضية ولاست منهجية ده اللي بنحاول نقوله برة لكن ربما نفتقد للغة التي يفهمها العالم وصحة أقول لحضرتك احنا في مجال حول إنسان حققنا إنجازات مهمة جدا يمكن احنا مش قادرين نسوقها أو مش مهتمين نسوقها حضريك بتتكلم على الإنجازات اللي عملناها في الحول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا أنا بتزود عليها إنجازات كبيرة حققناها في مجال الحقوق السياسية والمدنية حضرتك حقوق المرأة هي حقوق إنسان وحقوق المرأة تتكون من حقوق سياسية ومدنية وحقوق اقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق طفل بتتكون من الخمس أنواع من الحقوق وإحنا حققنا إنجازات كبيرة جدا الشباب حضرتك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتضان الشباب من خلال ما سمي بمؤتمرات الشباب ولكن هي في الواقع كانت عملية مشروع مشروع نفذ على أرض الواقع ونفذه الشباب يعني أنا كان ليا شرف إن أنا حضرت عدد كبير من مؤتمرات الشباب وشفت يعني إيه إن الشباب اللي هم ياخدوا زمام القيادة زمام المبادرة في الدعاوي وترتيب البرنامج اختيار المتحدثين المشاركة في الحوار أنا شفت نموذج وزارة الخارجية اللي عملوا الشباب شفت نموذج الدولة الحكومة المصرية المحاكة اللي حصلت بالزبط أنا حضرتها والرئيس كان قاعد يتفرج ولن أنسى الشاب مصطفى جمال إن ما كنتش أنا مخطئة في الاسم اللي كان عامل دور رئيس الوزارة حضر يجب اتدخل الشباب المطبخ عشان يعرف إن الحياة مش بمبي في بمبي في أي دولة بما في ذلك أغنى دولة في العالم في عندك ميزانية وعادة الميزانية بتبقى أقل من احتياجاتك وكيف توزع الميزانية كيف ترصد كفاءة الإنفاق وفعالية الإنفاق والضغوط اللي عليك نتيجة الأوضاع الداخلية زيادة السكانية ده أكبر ضغط بيوضع على الدولة في مجال حول إنسان الزيادة السكانية وحضر يكن تبتكلم على محول أمية الدولة بتوفر التعليم مجاني بتتحمل تكلفة التعليم والدولة فتح الباب للتعليم الخاص فاللي معه فلوس بيروح للتعليم الخاص لكن الدولة التزمت بتعليم الفقراء مجانا وهذا أم حق من حق الإنسان؟ ولكنه أداء أو وسيلة لتمكين المواطن من إنه يتمتع ببقية الحقوق لإن الإنسان الجاهل ما بيعرفش حقوقه فلا أقل إن الفلوس اللي الدولة بتصرفها على تعليم الفقراء تذهب فعلا للتعليم الفقراء فإذا اكتشفت إن الفقراء يحجمون عن دخول المدارس وعن التعليم يبدأ إهدار لموارد الدولة وفي قانون بينظم هذه العملية أنا كان لها الشرف أنا اشتغلت على هذا القانون كل أب النهاردة ما يبعدش ابنه أو بنته المدرسة يجب أن يساءل أنت ليه ما بتوديش ولدك المدرسة يروح محكم لأنه بالزبط لأنه هو ما بيوديهش المدرسة والولد ما بيعودش في البيت بيروح يشتغل بقى عن سباك يقطع حجرة في الجبل يشتغل عند أي مهنة فأنا النهاردة لو ألزمت كل أب بدون تمييز لأن ده حق قصيل من حقوق الإنسان والطفل بحكم صغر سنه مش هو اللي بياخد قراره بياخد قراره وليه أمره صحيح يبقى الطفل إحنا بقول عليه عيل لازم يروح للمدرسة وأنا أصرف عليه مش هو اللي يصرف عليه وبتكون نتيجة إن الطفل لما بيصرف على الأب الأب بيخلف كتير عشان يجي له دخل كتير وبدل ما يتجوز واحدة يجوز اتنين وثلاثة أو أربعة وبدل ما يخلف اتنين أو ثلاثة بيخلف من كل واحدة كم وحضرتك بقى اتكلمت على الزيادة السكانية هنا تكمن الزيادة السكانية وهنا تكمن الأمية والفقر الفقر مش بس انخفاض الدخل المادي الفقر الحرمان من التعليم الحرمان من الرعاية الصحية واحنا شايفين مبادرات كتيرة موجهة للفئات الأقل حظاً المبادرات الرئاسية اللي شوفناها دي كلها كنت اشتركوا في القناة